بعد استراحة العطلة الصيفية تعود الحركية من جديد إلى عاصمة الشرق الجزائرية فمع اقتراب عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة تعكف مختلف الجهات على توفير كل الإمكانيات لضمان دخول المدرسيين الستنائيين ومريح وعلى رأسها مدارس نموذجية بسواعد جزائرية في هذه السنة إن شاء الله سجلنا أكثر من 277 ألف تلميذ مسجل في الأطوار الثلاثة هذا اللي كانت موضوعا تاع جلسات عديدة من أجل توفير ظروف مريحة لاستقبال أبنائنا إن شاء الله في هذه المؤسسات بدينا بشرنا العملية ابتدأت قريبا من شهر أكتوبر 2022 واليوم مرنا في إطار استلام المؤسسات التربوية وكذلك المطاعم المدرسية وأنصف الداخليات والقاعات الرياضة وكذلك المتوسطات من أجل دخول مدرسي مريح على مستوى ولاية قسنطينة هذه السنة الجديد في هذا الدخول المدرسي وهو إنجاز عدة مدرس نموذجية منها ثلاثة في الأقطاب السكنية الكبرى حيث اعتمدنا في عملية الإنجاز على إنشاء هذه المدرس بطريقة جمالية سواء كانت داخل الأقسام أو خارج الأقسام والهدف منها وهو إعطاء أكثر راحة بالنسبة للتلميذ والمعلم سواء في تلقي وإلقاء دروس وفي سياق الدخول المدرسية حركية كبيرة تشهدها مختلف الفضاءات التجارية خصوصا فيما يتعلق باقتناء الملابس والأدوات المدرسية كومتا بيشهد ناكس عرف أنك مدى اللول تاعي هدي تجربة اللولة تاعي جديدة طفولة عند دخلوا بريبارات واربي يكون معنا كيف ما يكون واربي يكون في عون الأولياء أبوكم إن شاء الله سيرتولي عنده زوج وثلاثة ربي يكون يحسن عونهم إن شاء الله أنا حركية خير من العملية فات ومام المحافظة كين بالأنواع بزاف أنواع بكثرة كالليسي والسيام والابتدائي كين كين الحمد لله نحاولون أن نوفروا للمحافظة بأسعار معقولة بأسعار الناس تقدر كل تشري وكل أولادهم يفرحوا ويدخلوا يقرأوا أما بالنسبة للدخول الجامعية أربعة جامعات بمدينة العلم والعلماء تستعد لاستقبال ما يزيد عن ثمانون ألف طالب وطالبة بمقاعدها البداغوجية وفي أريحية تامة تشمل عديد التخصصات أكثر من خمسة وثمانين ألف طالب جامعيين يسجلوا في هذه السنة بكل الأطوار انتاحة كل الظروف صارنا عليها بوش تكون في مستوى استقبال الطلبة على مستوى الجامعات قطاع الوظيف العمومي يشهد التحاق ثلاثمائة وواحد وتسعين أسادا بما نصبهم في قطاع التربية فيما تم تسجيل ما يفوق عن أربعون ألف طالب للتوظيف في مختلف القطاعات بالمقابل يشهد القطاع الخاص توفير ما يزيد عن ألف واربعمائة وواحد وعشرين منصب عمل دائم في طار رفع العراقيل عن المصانعية والمؤسسات الخاصة يتعرف بالليسنا فيه عملية توظيف لأساتذة اللغة الأنجليزية وكذلك أساتذة التربية البدنية قسطينة استفادت من 391 منصب شغل ومديرية التربية قامت بالإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف ووظفنا هذه الأساتذة دورة قدرنا نرفع العراقيل على مستوى المصانع وكذلك المؤسسات الخاصة وكانت إجراءات وقدرنا نوفر أكثر من 1421 منصب عمل دائم دون حسبان مناصب الشغل يسمى الغير مباشرة نفس جديد يعود لمدينة الجسور المعلقة بعد العطلة الصيفية لتشهد ديناميكية اقتصادية واجتماعية باعتبارها قطبا هاما في مختلف المجالات